اشتركوا في القناة ولكن هذه الاسباب غير مقنعة مر يقول بسبب كورونا ومر يقول بسبب دفتر الشروط ومر يقول بسبب نقص في ملفات الوكلاء للأسف وبصراحة اي واحد يسمع كلام الوزير ما غدش يقتانع وتحس لكينا حاجة مخبية في هذا الملف وكلكم متابعين قناة تريندينج السيارات سمعتوا تصريحات الوزير عن ملف الاستيراد وفي كل تصريح يقول الجزائر تطمح وتعمل على صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر اما السبب الحقيقي هي الشروط اللي وضعتها الدولة الجزائرية في دفتر الشروط استيراد السيارات هذه الشروط اصبحت لا تتلاءم مع عروض الشركات الاجنبية اه غادي تقول كيفاش ما ليش تبع معايا وغادي تفهم كلش الجزائر في الاوينة الاخيرة رهي تصنع الوقود والزيوت محليا وحتى العجلات شركة الام تقول لك انا منقدرش نعطيك ضمان سيارة لسنتين والسبب ان الوقود والزيوت تاع بلادك لا تخضع للمعايير الدولية اه هنا اصبحت ورقة ضغط تستعملها الشركات الكبرى على الجزائر تقول لك هذه الشركات انت اتبع لي خام البترول انا انبيع لك السيارة والوقود التاحة باهي بقوي تحكمه في السوق وما يخليكش انتدير صناعة من هذا النوع وفي هذا الحال عند الخيارين اما تنازل وتقبل تستورد السيارة بالوقود التاحة او تجيب شركات كبرى لتصنيع محليا يعني دركة ما رهيش مسألة جيب السيارة وبحل المواطنين اصبحت منظومة حكومية تسعى لحماية اقتصادها الوطني من المساومات والضغوطات التي تفرضها الدول الصناعية على زبائنها لتحقيق الرباح للمدى البعيد اهو دركة شعال من واحد يقول علاش ما نخدموش وقود بمعايير دولية سؤال منطقي الجزائر ما عندهاش بزا في خبرة صناعة الوقود محليا يعني خصها بعض الوقت بها تطور من الوقود التاحة ويصبع عنده معايير دولية وفي الاخير هذه هي وجهة نظري واصلا ملقي السبب اللي قريب من الواقع ومنطقي واللي تقبلها اي مواطن عاقل جزائري وانت عزيز المشاهد توفقني الرأي او عندك وجهة نظر اخرى واذا كان عندك سبب مقنع تفضل شاركنا به في خانة التعليقات صحف طوركم سلام